في نفس اليوم ضربة في تهران وضربة في جنوب لبنان ضربة في جنوب لبنان معناها اتوا هنا شوف ما حصل في الأيام الأخيرة تلاحظ اللي إسرائيل الآن تمارس البلطجة بأيادي تقريبا طويلة بأذرحها طويلة معنا تضرب ميناء الحديدة في اليمن تضرب في تهران تضرب في بيروت لما نشوف تضرب ثلاثة عواصم تقريبا أو ثلاثة معناها بلدان في المنطقة ولم نسمع أي ركز للمجتمع الدولي ولا لهم يحزنوا لم نرى يعني عندما نتحدث عن بيروت رو ضرب عاصمة عدوان أجنبي على عاصمة عربية لم نرى ردود أفعال نفس الشيء في تهران رو اغتيال معناها إسماعيل هنية رو رسالة سياسية لإيران كانوا نجم يغتلوا في قطر وقطر أسهل ليه من تهران أسهل بكثير من تهران لكنهم اغتيالوا في تهران هذه الرسالة سياسية أن أيادينا طويلة وأن أذرعنا طويلة وأننا بإمكاننا أن نصل إلى عقل داركم ثم بالتالي نائر نحن طبعا نشوفه رد الفعل أكيد باش يكون هناك ردود أفعال هذا مؤكد يعني إيران لا يمكن أن تسكت على تهديدها بهذه الطريقة مش ممكن مستحيل حزب الله أعلن صراحة لأن الرد سيكون موجود وبالطريقة المناسبة وبقواع الاشتباك المتعرف عليها ضربتهم بيروت سنضرب حيفا أو تل أبي أنا رجعي للجنوب لبنان بالتفسير وعملية البناخ بالتفسير بالنسبة للحوثي نعرض جيدا أنه هدد بالرد هنا إذن ماذا تريد أن تقول إسرائيل بهذه العمليات الثلاثة التي كما ذكرت يا سماح رهي مبش ممكن تتم دون ضوء أخضر أمريكي من سابع المستحيلات سعطاه مستحيل أمريكا قلت كنا على علم على علم ثم التنسيق كامل هنا شوف الصهيونية العالمية تريد انعاش الكيان الصهيوني بعد الضربات التي تلقاها في فترة الأخيرة الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة من الضعف ومن الهشاشة لم تعود إسرائيل هو القوة الضربة في المنطقة المكان امتحه كقوة ردع في المنطقة انهارت وانتهت الجيش الصهيوني هذا الجيش الذي أنا يسمى كما ذكرت البقرة المقدسة في إسرائيل انهار وانتهى بالتالي لا بد من عمليات تعيد له الاعتبار وعمليات تعيد لهذا الكيان بعض المكانة التي فقدها في شرط الأوسط منذ يوم 7 أكتوبر العمليات التي قامت بها المقاومة في محور المقاومة ككل أربكت هذا الكيان وصارت حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء في الغرب يعتبرون أن إسرائيل تسير نحو نهاية هذا قال حتى لابيد يعني رئيس المعارضة الإسرائيلية قال لآن نعيش في الهاوية يعني وصلت إلى انحدار كبير محاولات إنعاش هذا الكيان بعمليات اغتيال لقادة كبار نحن قلنا سباحتك نذكر بارح قلت أنا إن إسرائيل سترد بعمليات نوعية وقلنا اغتيالات اغتيالات نوعية لشخصيات مميزة واعتبارية صارت هذه في بيروت وصارت في طهران ولكن رهو الغباء هو جندي من جنود الله وهذه العمليات سيرد عليها بطريقة حاسمة لا يتوقحها الكيان الصهيوني رجعي انتباعا في سيدانية تلاء الرد كلمة أخيرة فاصل كلمة أخيرة كلمة أخيرة كلمة أخيرة ايه ما لخلي فاصل 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 ورجعي بعد الفاصل فاصل وسبورغرام ما لعيش غرامك مع سبورماك على ديوانة فام مع بعضنا الصيف أحلى صيف السناء ديوانة فام هي الموشة اللي توتيك ابدا نهارك مع أحلى ناس ناس الديوان وصبحية الويكاند مع ويكاند عكيف تبع آخر الأخبار السياسية في هنا تونس وما يفوتك شيء فيه منك نسمع اسمع الغرايب والعجيب وقوى الحكايات في بولا ريف لكتشواليتي آخر المستجدات الفنية والثقافية مع فان تايم و سام فايبز بيديو ديوانة فام الجو مازال دي جي خوميكس كيوب سام هايز اسمع الموسيقى وحفلها في نايت كلوب ليزاني بنوغ وسبورغرام مالعيش غرامك مع سبورماك على ديوانة فام مع بعضنا السيف أحلى ديوانة فام هي الموجة لتوتيك ابدأ نهارك مع أحلى ناس ناس الديوان وصبحية الويكاند مع ويكاند عكيف تبع ناس الديوانة رجعني لكم في تغتية خاصة لاختيال الشهيد اسماعيل لهنية حسب برويترز المكتب الصحفي الحكومة العبرية ينشر صورة لهنية على فيسبوك مع عبارة تم التخلص منه سيد العميد هاي هذاك هو قد لك لا يتقنون إلا هذا نتنياهو معناها سيستغل هذا يعني أنا قلت من الأول شر يعني يفتش على أي انتصار معنوي وهو يعتبره انتصار معنوي من كان أنا أرى عكس ما يراها البعض أنا أرى أنه العملية اللي عملوها كما قال ببابة توا هي قمة الغبال لأنه هذا راه سيزيد المقاومة السرعاني وانا بشرت قلت راه 30 ألف و40 ألف مقاوم أخطاء وراه استراتيجي مش أنا قلت استراتيجيين كبار قالوا لهم راكم قاعدين تعملوا في أكبر خطأ منذ عام 48 لإيش لأنه راه اليوم بشتغلقوا ويقولوا بقى منطق آخر معنا هما يقول مهم سميننا المقاومة الباس لم سمينها إرهابيين قالوا لهم راكم ستخلقونا 200 ألف إرهابي جديد فهمتني هما صهاينا مسميننا نحن مخربين والأخرين بسمينهم إرهابيين معناه والمحنكين الحقيقيين قالوا لهم شوف أنا ديما نعاود الصورة نفسها نعاودها صورة ممتازة راه شجرة لما تقطع تصبر منها أعراف راه تزيد تقوى من لطا راه فلسطين شجرة مباركة زيتونة مباركة كل ما يحاولوا يقصوا أعراف منها هي تزيد تضرف الأرض وزيد تتعمق أنا متأكد من هذا وأنا ضد عملية الأحباط لأنه اليوم القائد اللي يجي بعد هنية راه موجود وراه القائد بشي يخد مش على شهيد اللبناني كيف كيف موجود وراه ستستمر الحياة وبالعكس راه أنا متأكد اللي أكثر ما يمكن يقلق الصهاينة هو أنه تكون الرؤوس مرفوعة وتكون فكرة الشهادة خانا مسلمين أولا بطن يخي مش أرقع حاجة عننا الشهادة بطلنا يا أولادي يا راه أقصى ما يتمناها المرأة أنه أنه يكون شهيد لأنه شهداء عندهم مكان خاص عند سبحانه وتعالى إذن شنوها الأحباط يا أولادي بالعكس أنا الرأي اللي صاهينا كما قالوا البابا موافق كمية في المياه كل خطأ يعملوه يزيد بشي قوي شجرة وزيد يبث أعطوا نشوفوا أعطوا نشوفوا في الظفة بشي تكون كيفيش يكون رد الفاعل كيفيش بيش تكون أنا حيين أعطوا تشوفوا تمشي للصراعينة أنه زفة شهيدا وأنه بطل بشي يتنحط اسمه يتنحط اسمه في قائمة شهداء هالقضية الفلسطينية كيما صارت القضايا الأخرى بكل مثلا ماشي قضية تحرر في العالم ما فيها شي قائمة شهداء